الصحيفة الثانية من صحائف العقيدة السليمة والتي عنوانها أصل الأصول فكل إمام من أئمتنا هو أصل الأصول وشيعة في زمان كل إمام فإن أصل أصول دينهم هو إمام زمانهم وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه بديهيات ثقافتنا العقائدية التي تستند إلى المنابع الأصيلة لا شأن لي بمنابع ثقافة السقيفة ولا شأن لي بمنابع ثقافة حوزة النجف حينما أتحدث عن النجف إنني لا أتحدث عن الجغرافيا أتحدث عن المنهج فكربلاء داخلة وقوم داخلة لكن النجف هو العنوان فالحديث عن منهج مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا وليس الحديث عن بقعة جغرافية بعينها فإن الحوزة التي أسسها الطوسي في النجف ما بقيت طيلة الزمان في النجف انتقلت مرة إلى الحلة ومرة إلى كربلاء ومرة إلى سامراء وهكذا الحديث عن المنهج أعود إلى صحيفتنا الثانية من صحائف العقيدة السليمة العنوان أصل الأصول إنه إمام الزمان من هنا يبدأ ديننا ومن هنا تبدأ عقيدتنا وهنا أيضا تنتهي حقائق ديننا وتتكامل تفاصيل عقيدتنا سورة المائدة إنها الآية الأعظم والأخطر السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة أعتقد أني وإياكم متفقون على أن الآية هذه في بيعة الغدير وما عندنا من شك في ذلك يا أيها الرسول خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله بصفة الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أي شيء في شأن عاليا في بيعة عاليا في ولاية عاليا حيث تبدأ مرحلة التأويل التي تنسخ مرحلة التنزيل فما بعد الغدير كان ناسخا لما قبل الغدير مثل ما قال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا محمد صلى الله عليه وآله على التنزيل التأويل مرحلة جديدة انتقالة جديدة للدين بكل تفاصيله ابتداء من العقيدة وانتهاء بكل تفاصيل الأحكام والسنن والطقوس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لا أعتقد أن نصا أوضح من هذا النص في بياني أن الإمام المعصوم في كل زمان هو أصل أصول الدين هو أصل الدين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد على أي شيء تشتمل تشتمل على التوحيد تشتمل على نبوة محمد نفسه صلى الله عليه وآله تشتمل على القرآن بظاهره وباطنه تشتمل على كل تفاصيل الأحكام والسنن والآداب إنها رسالة محمد بكلها من أولها إلى آخرها هنا هنا في هذه الآية تساوي صفرا من دون علي الآية واضحة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإذا ما دققنا النظر فإن الآية تتحدث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه والإمامة شأن من شؤون علي تلاحظون دقة المعنى بيعة الغدير شأن من شؤون إمامة علي وإمامة علي شأن من شؤون علي فعلي أكبر وأوسع وأعظم من الإمامة التي بيعة الغدير شأن من شؤونها أنا لا أتحدث عن الإمامة الربوبية وإنما أتحدث عن الإمامة التي هي إمامة الدين وإمامة الناس وإمامة الحكم وإمامة العلم الذي يحتاجه البشر في حيات في حياتهم على هذه البسيطة أتحدث عن الإمامة هذه وإلا فإن الإمامة الكبرى وهي الإمامة الربوبية إنها تمازج علي وعلي يمازجها فهي بسعة علي وعلي بسعتها ذلك أمر دقيق المطالب عميق الغور سنأتي عليه وإن كان المقام مقام إيجاز ما هو بمقام إطناب وإسهاب فبيعة الغدير شأن من شؤون إمامة علي وإمامة علي شأن من شؤون علي أما علي فهو أعظم شأن من ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها ومعادها وأحكامها وعباداتها وسائر تفاصيلها تساوي صفرا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأنتم تعرفون من أن بيعة الغدير كانت في آخر أيام حياة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قطعا محمد ومصلى الله عليه وآله ليس محتاجا لذاته المقدسة أن يخاطب بهذا الخطاب إلا أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة هذا الخطاب لي ولكم من أن كل شيء يرتبط بدينكم لا قيمة له من دون علي هذه هي الحقيقة التي يريد القرآن أن يوصلها إلينا وإلا فمحمد صلى الله عليه وآله هو الأعرف بعلي وفضل علي ومحمد هو علي وعلي هو محمد صلى الله عليهما وآلهما وتستمر الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو أصل الأصول الذي من دونه لا يبقى إيمان ولا دين وإنما سيكون الناس كفارا الآية واضحة صريحة قارنوا بين هذا المنطق القرآني الواضح وبينما يتحدث به مراجع النجاف في كتبهم الفقهية العقائدية وفي فتواهم الغبية السفيهة التي يصدرونها بين الفينة والأخرى قارنوا بين هذا المنطق الواضح الصريح الذي لا حاجة للجدل حوله الآية بينة واضحة محكمة ونحن متفقون على أن الآية في بيعة الغدير الله يَا أَيُّهَا الرَّسُولِ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هل تحتاجون إلى توضيح أكثر يا أيها الجهابذة يا مراجع النجف هل تحتاجون إلى توضيح أكثر يثبت هذه الحقيقة من أن الإمام هو أصل الأصول ومن أن منظومة أصول الدين الخمسة منظومة مسخ قذرة جئتمونا بها من الأشاعرة والمعتزلة لا علاقة لها بقرآننا وكل ما عارض القرآن فهو الزخرف فهو باطل أنتم يا مراجع النجف تضحكون علينا تقولون من أنكم تعرضون الأحاديث على القرآن ولذلك ترفضون أحاديث أهل البيت وأنتم لا عرضتم الأحاديث وأساساً لا تعرفون عرض الأحاديث وعلى أي قرآن تعرضون على قرآن بتفسير السقيفة أم بتفسيركم على أي قرآن تعرضون على قرآن مفسر وفقاً للمنهج العمري ماذا الهراء وما هذا الضلال ومع كل ذلك فإنكم تكذبون لا تعرضون الأحاديث ولا هم يحزنون تعودون إلى منهج البخاري في التمسك بقواعد علم الرجال وبعد ذلك تحطمون أحاديث أهل البيت وتحطمون زياراتهم وأدعيتهم إذا كنتم تجعلون القرآن ميزاناً فلماذا لم تعرضوا منظومة أصول الدين الخمسة على هذه الآية الواضحة ما هذه الآية هي التي تؤسس لديننا هذه الآية هي التي تميز بين الكفر والإيمان إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه آية التأسيس في ديننا خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما تقدم من تعريف للشيعي في الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة من أنه العارف بإمام زمانه كيف يكون عارفاً بإمام زمانه وهو لا يعرف هذه الحقائق التي تتجلى واضحة جليتاً من هذه الآية أعني الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الحكاية واضحة جليتاً لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء السفهاء لهؤلاء التافهين الذين فقدوا عقولهم وبصائرهم فراحوا يصدرون الفتاوى ويعلفون الكتب وينشرون الوكلاء والخطباء يبثون بين الشيعة العقائد الضالة البعيدة عن منهج آل محمد الذي يتجلى في قرآنهم بشكل واضح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة لماذا لأن الكلام يدور حول أصل الأصول والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني أن الذين لا يعتقدون أن الإمام هو أصل الأصول ومدار التوحيد ومدار النبوة ومدار القرآن ومدار المعادي ومدار كل التفاصيل الأخرى هي في فنائه فإن الحق يدور مع علي حيث ما دار يدور مع الحجة بن الحسن حيث ما دار وهل الحق إلا التوحيد وهل الحق إلا النبوة صادقة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وهل الحق إلا القرآن وهل وهل فإن الحق يدور مع علي حيث ما دار ليس علي هو الذي يدور مع الحق لماذا لأن علي هو أصل الأصول وهذا هو منطق القرآن ردوها عليه ردوها عليه أنا لا أتحدث برواية يمكنكم بحسب قذارات علم الرجال أن تشككوا فيها أنا أحدثكم بآية من الكتاب الكريم إنها آية واضحة جلية بينة لا تحتاج إلى كثير من سفاهة القول ودناءته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هل تحتاجون يا أشياع الحجة بن الحسن بيانا أوضح من هذا البيان فلنذهب إلى الآية الثالثة بعد البسملة من نفس السورة من سورة المائدة وهذه الآية وهي الآية الثالثة بعد البسملة من المائدة نزلت بعد الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وضعوها في بداية السورة على أي حال المفترض أن الآية تأتي بعد تلك الآية على أي حال نحن والمصحف الذي بين أيدينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هل كان الدين ناقصا معقول هذا من أن دين محمد كان ناقصا هل كانت النعمة ليست تامة بمحمد علينا حينما بعد معقول هذا الكلام محمد هو جوفر الكمال ومحمد هو جوهر التمام كمال الدين بمحمد وتمام النعمة بمحمد صلى الله عليه وآله اليوم إنه يوم الغدير إنه يوم البيعة مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما اليوم أكملت لكم دينكم فهل كان الدين ناقصا يُعقل هذا بوجود محمد الدين بوجود محمد كان دينا كاملا لكن القضية بالضبط الدين في زمان موسى عند بني إسرائيل كان دينا كاملا لكن حينما جاء عيسى فنسخ عيسى بدينه دين موسى فدين موسى حينما نسخ بدين عيسى جاءه وصف النقص وصف النقص أخذت فيه حيثية حيثية بشروطها فالدين في زمان محمد صلى الله عليه وآله كان في مرحلة التنزيل وسأشرح لكم هذا حينما يصل الحديث إلى شؤون النبوة والتي هي جزء من معرفة الإمام سيأتي الحديث عنها سأحدثكم عن التنزيل والتأويل حينما يصل الحديث إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله الدين في زمان محمد كان كاملا كان كاملا بمحمد صلى الله عليه وآله الدين ما هو نصوص الدين له أصل في زمان محمد في مرحلة التنزيل أصل الأصول محمد صلى الله عليه وآله وهو إمام الآئمة جميعا لكن حينما وصلنا إلى مرحلة التأويل ومرحلة التأويل بدأت من بعد الغدير من بعد يوم الغدير بدأت طلائع هذه المرحلة مرحلة التأويل كانت ناسخة لمرحلة التنزيل بهذا اللحاظ يكون الدين في مرحلة التنزيل ناقصا بهذا اللحاظ بلحاظ أن مرحلة التأويل تأتي ناسخة لمرحلة التنزيل ولذا سيقاتلهم علي عليها مثل ما قاتل محمد على التنزيل هذا المطلب لن يتضح بشكل كامل ما لم أحدثكم عن نبوة محمد وعن شؤونها وتفاصيلها وسيأتينا هذا في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يعني أن الإسلام قبل يوم الغدير لم يكن دينا مرضيا هل يعقل هذا الكلام الإسلام كان دينا مرضيا وكان دينا كاملا وكانت النعمة تامة بحدود مرحلة التنزيل ولكن إذا ما نظرنا إلى مرحلة التأويل فإن الإسلام لن يكون دينا مرضيا عند الله وعند رسوله وعند آل رسوله الآية تخبرنا عن هذه الحقائق وكل هذه الحقائق تعود بنا إلى أصل أصول الدين اليوم أكملت لكم دينكم بعلي وأتممت عليكم نعمتي بعلي ورضيت لكم الإسلام دين بعلي حين أقول بعلي يعني بمحمد وعلي فنبوة نبينا لم تبدأ تلك مقدمات وإلا هل من المعقول أن خاتم الأنبياء ثمرة جهوده وثمرة رسالته أن ترتد الأمة على أعقابها ولا يبقى من الأمة على دينه إلا ثلاثة هل يعقل هذا الكلام فأية رسالة خاتمة وأي دين هو هذا الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه دينا للناس وأي نبي خاتم هذا وأي سيد للأنبياء والمرسلين هذا مرحلة التنزيل كانت مقدمة لنبوته صلى الله عليه وآله نبوته الحقيقية تظهر ألطافها وآثارها في مرحلة الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية التي ستستمر خمسين ألف سنة هذه التفاصيل حدثونا عنها لكن هؤلاء الأغبياء أقنعون بنبوة وفقا لمقاسات ثقافة السقيفة بن سعدة هذه هي الحقيقة هذه التفاصيل قد تحدثت عنها في برامجي يمكنكم أن تعودوا إليها سأحدثكم عنها في الحلقات القادمة في شهر رمضان إن شاء الله تعالى قطعا بنحو موجز بنحو مختصر نذهب إلى فاصل صار واضحا لديكم من الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة من أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله تساوي صفرا من دون علي صلوات الله عليه بل إن صريح الآية من دون بيعة الغدير وبيعة الغدير تشير إلى علي صلوات الله وسلامه عليه والآية الثالثة بعد البسملة من نفس السورة هي الأخرى تحدثنا عن أن كمال الدين وتمام النعمة والرضا عن الإسلام دينا كل ذلك ما رده إلى أصل الأصول هذه آيات صريحة تخبرنا عن أن الإمام هو أصل الأصول في هذا الدين أتمنى عليكم أن تعطوا لأنفسكم فرصة كي تتدبروا في هذه الآيات التي سأعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة وفي غيرها هذا هو شهر القرآن شهر رمضان التدبر في هذه الآيات أفضل تريليونات المرات من الحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر لأجل أن تختم قراءته الهدف هو أن تصل إلى النهاية إمامنا الصادق يقول إذا ما قرأت سورة من سور القرآن فلا يكن همك آخرها تريد أن تصل إلى آخرها في شهر رمضان الذي هو ربيع القرآن الشيعة يقرؤون القرآن وهمهم أن يصل إلى آخره كي يختم القرآن مرتين مرتين أكثر من ذلك ويتركون وراءهم هذه الحقائق وهذا ما حدثتكم عنه في الحلقة الماضية مشكلة اضطراب الأولويات عند الشيعة في ليلة القدر أفضل الأعمال طلب المعرفة ماذا يفعل أصحاب العمائم مع الشيعة يجمعونهم في المساجد يصلون بهم صلاة قضاء لستة أيام أي سوء التوفيق هذا ما هذا القضاء يمكن أن يقضى في سائر الأيام من أين جئتم بهذا الطقس في ليلة القدر من أين جئتم به من أن الصلوات تقضى لمدة ستة أيام في ليلة القدر والأئمة يوجهوننا إلى طلب المعرفة يوجهوننا إلى ذكر الحسين وزيارته وفقا لقراءتهم لا وفقا لقراءة مراجع النجف تلك القراءة السخيفة السفيهة لا أريد الحديث عن هذا الموضوع إنها مشكلة الشيعة على طول الخط اضطراب الأولويات تقديم المهم على الأهم قضاء الصلوات أمر مهم لكن الأهم في ليلة القدر طلبوا المعرفة لو تقضون ليلة القدر تتدبرون في هذه الآية ستكونون أقرب ما يمكن أن تكونوا من إمام زمانكم بدلا من متابعة هؤلاء المعممين الأغبياء الضالين الذين ضللوا أنفسهم وضللوكم إذن تدبروا في هذه الآيات لا أريد أن أطيل الوقوف أكثر من ذلك أذهب بكم إلى سورة طه وفي الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طه تطبيق قرآني عملي واقعي لما تقدم من التنظير له في الآيات المتقدمة الذكر من سورة المائدة ماذا تقول الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طه وإني سبحانه وتعالى هو الذي يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا قطعا الذي يتوب لابد أن يكون قد آمن بما آمن به قبل التوبة وإلا كيف تاب كان مؤمنا لكنه ضل الطريق وقع في المحذور عصى أخطأ إلى سائر المعاني فكان مؤمنا وعثر وتاب وإني لغفار لمن تاب كان مؤمنا وتاب وآمن ترق إيمانه إلى إيمان أعلى وعمل صالحا عمله الصالح هذا يتناسب مع الإيمان الأرقى فهل يستحق المغفرة الآية تقول لا لابد من شرط آخر ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولاية علي إلى ولاية الحجة بن الحسن بالنسبة لنا بالنسبة لهذه الشيعة ولهذا الزمان وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لولاية علي ولكنه ما اهتدى لولاية الحجة بن الحسن لا معنى لولاية علي حينئذ ولاية علي يتجلى معناها في ولاية الحجة بن الحسن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الآية استعملت حرف العطف الواو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لكن حين وصل الحديث إلى علي إلى الحجة بن الحسن جاء الحرف ثم هناك مرحلة انتقالية هائلة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية التي نزور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بها وهي مروية عن إمامنا الهادي مثل ما وردت الزيارة الجامعة الكبيرة عن عن إمامنا الهادي وردت الزيارة الغديرية التي نزور الأمير بها يوم الغدير عن إمامنا الهادي أيضا صلوات الله وسلامه عليه فنقرأ فيها أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء وأنه وأن رسول الله نحن نتحدث مع أمير المؤمنين وأنه القائل لك رسول الله يقول لك يا أمير المؤمنين وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد إلى ولايتك إلى ولاية الحجة بن الحسن هل تريدون تفسيرا تأويلا أقوى وأدل وأوضح من هذا الكلام هذا القرآن هو الذي يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد وهذا محمد يقول لعلي بعد أن قال ما قال وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد إلى ولايتك يا أمير المؤمنين وفي زماننا هذا ثم اهتد إلى ولاية الحجة بن الحسن هذا هو أصل الأصول في ديننا أعتقد أن المعانية واضحة ويسير وسهل فهمها عليكم الآية تطبيق عملي قرآني للمضامين النظرية العقائدية التي تحدثت عنها آيات سورة المائدة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا كل هذا لا قيمة له القيمة أين ثم اهتد إلى أصل الأصول أصل الأصول هنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأعتقد أن ما جاء في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من السورة وكل شيء وكل شيء وكل شيء أحصيناه أحصيناه في إمام مبين وعلي هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء علي الحجة بن الحسن إنه أصل الأصول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية واضحة هل أحتاج إلى شرحها وبيان دلالتها على أن الإمام هو أصل الأصول في ديننا الآية واضحة تتعانق مع الآيات المتقدمة التي عرضتها بين أيديكم اجمعوا بين هذه الآيات السابعة والستون بعد البسملة من المائدة الثالثة بعد البسملة من المائدة الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طاها الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن شيء بكله قد أحصي في إمام مبين الدين بكل تفاصيله الحقائق بكلها كل شيء كل شيء لماذا؟ لأنه أصل الأصول كنهه لا أدركه آيات الكتاب أحاديث الأطهار هي التي أخبرتنا وتخبرنا كيف أدري كيف أدري للسيد علي النقي الهندي من قصيدة جميلة معروفة في ميلاد سيد الأوصياء كيف أدري كيف أدري كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول كيف أدري كيف أدري كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول مظهر لله لكن لا اتحاد لا حلول غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري لست أدري وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لو سألتني عن الإمام المبين هذا عن اسمه هو الحجة ابن الحسن عن كنهه لست أدري لست أدري غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات وقد يعرف ب بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وهو من رجال ورواة عصر الغيبة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في صفحة السادسة والأربعين إنه الحديث الثامن بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يحدثنا بحديث جرى فيما بين رسول الله وأمير المؤمنين أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بما نحن فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين وتحسن لدين لا يكون علي أصله يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين ثم يقول له أشهد لك بذلك محمد الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يشهد لعلي بهذا أين تضعون منظومة أصول الدين الخمسة هذا الهراء المسخ أين تضعونه من هذا المنطق هو منطق القرآن نفسه نفس القرآن يتحدث بهذا المنطق وعرضته عليكم شيئا من نفحات آياته اجمعوا بين هذه المضامين ستصلون إلى شاطئ الأمان ما أنا قلت لكم أهلا بكم في المنطقة الآمنة لقد نبهناكم في إعلاناتنا أن تفتحوا الأحزمة دخلتم في المنطقة الآمنة المنطقة الآمنة هي هذه إنها مسيجة بسياج ثقافة العترة لن أخرجكم وحق فاطمة بقدر ما أستطيع من هذا السياج المقدس سيبقى الحديث دائما ضمن هذا السياج بعيدا عن قذارات السقيفة وقذارات مراجع النجف نحن في المنطقة الآمنة ما بين قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير وبين كلامهم النوري وأحاديثهم العطرة نحن نستنشق هذا الأريج المقدسة من هذه الرياض النظرة إنها رياض حديث الباقر والصادق والكاظم والرضا هنيئا لنا ونحن نتجول في هذه الأصقاع الشريفة فماذا قال محمد صلى الله عليه وآله لعلينا قال له يا علي يا علي أنت أصل الدين هو هذا أصل الدين هذا هو الذي أتحدث عنه هذه ثقافة محمد صلى الله عليه وآله يا علي أنت أصل الدين ثم يقول له أشهد لك بذلك محمد يشهد لعلي بأنه أصل الدين ويخرج علينا هؤلاء مراجع النجة في الأغبياء الثولان يقولون من أن ولاية علي هي من فروع الدين من طيح الله حظكم وحظ حوزتكم طيح الله حظ فقهكم وحظ عقائدكم طيح الله حظ دينكم هذا محمد يقول لعلي يا علي أنت أصل الدين في الكتاب نفسه في هذا الكتاب الذي يشككون فيه ويعدون أحاديثه من أحاديث الغلو والارتفاع على أساس هم هو أفتهمون الجماعة يعني غبران ثولان أغبياء ما هو هذا منطق القرآن بشكل واضح هذه الروايات والأحاديث إذا عرضناها على الآيات المتقدمة الذكر هل تتعارض معها أم تتعانق تعانقا كاملا وتتناسق تناسقا واضحا وتتسق اتساقا بينا لكنهم أغبياء اتخذهم إبليس حميرا استحمرهم لكن يا للأسف هم استحمروا الشيعة بعد ذلك إبليس يستحمرهم وهم يستحمرون الشيعة رجاء رجاء أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية التي تخبرنا كيف نشأت العقيدة الشيعية عند الشيعة الذين يقولون إننا شيعة لصاحب الزمان لقد جعلوهم حميرا وقالوا لهم ديخ أتحفون أتحفون رجاء مالذي أجيب الأسمان واحد قال لي أدع على شنو مستحجب على شنو مستحجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأحلام أخبر خمسة قل مستحجب مش داعة قلية تركب يعني خلاغة أهميشيني كما تركب خلاغة أهميشيني جيميز بغلق وكان حالة أسنو فقوش ديخ تعرفي فقوش ونص عباردة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه مالذي أجيب الأسمان عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا الواقع وفي هذا الكتاب الشريف نفسه أتحدث عن بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه صفحة 477 هناك رسالة مفصلة كتبها إمامنا الصادق جوابا لرسالة بعث بها المفضل بن عمر إلى إمامنا الصادق يسأله فيها عن أمور العقيدة وعن منزلة محمد وآل محمد رسالة طويلة مفصلة تبدأ في صفحة 477 من الطبعة التي أشرت إليها من كتاب بصائر الدرجات في صفحة 479 إمامنا الصادق يكتب بخط يده إلى المفضل بن عمر يخبره عن أصل هذا الدين فماذا يقول ثم إني أخبرك يخبر المفضل بن عمر المفضل كان في الكوفة والإمام الصادق كان في المدينة ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل من هو هذا الرجل بالضبط لو أن الرواية وقفت عند هذا الحات ولا قرأنا آيات القرآن ولا استمعنا إلى حديث محمد مع علي يا علي أنت أصل الدين هكذا وجدنا كلاما مكتوبا بخط بخط يد إمامنا الصادق أن الدين وأصل الدين هو رجل هل هناك من احتمال نستطيع أن نحتمله بحسب ثقافتنا وعقائدنا ووجداننا الشيعي هل هناك من احتمال نحتمله يمكن أن ينطبق على غير إمام زماننا أتحدث عن زماننا هذا هل يمكن ذلك أتحدث في أجواء ثقافتنا الشيعية وعقائدنا الشيعية وتربيتنا الشيعية ووجداننا الشيعي هذا الكلام هو نفسه قلته لكم حينما قرأنا ما جاء في سورة البينة وذلك دين القيمة هل هناك من قيمة نستطيع أن نحتملها بعيدا عن فاطمة الأمر هو هو هل هناك من رجل نستطيع أن نحتمله بعيدا عن الحجة بن الحسن لنستمر في الحديث الإمام الصادق يكتب للمفضل بن عمار ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان من هو هذا وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه إلى آخر ما جاء في الرسالة الطويلة المفصلة لكن هذا المقدار يكفينا في توضيح معنى أن الإمام هو أصل الأصول هو مدار الدين هو محور العقيدة هو 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 الأول والآخر صلوات الله وسلامه عليه كما يقول أمير المؤمنين أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا المحي أنا المميت الإمام هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن أقرأ عليكم كلام إمامنا الصادق مرة أخرى أتمنى عليكم أن تتدبروا في هذه الكلمات ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه فمن عرفه فمن عرفه عرف الله فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائع هذا هو المنطق الواضح والواضح جدا في أدعيتهم في زياراتهم زيارة آل ياسين الزيارة المعروفة التي تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين المشهورة أتحدث عن كتب المزارات القديمة في زيارة آل ياسين وهي زيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة إمام زماننا بعث بها إلينا كي نزوره بهذه الزيارة وهي تشتمل على عرض إجمالي لأهم العناوين التفصيلية في ثقافتنا العقائدية أذهب إلى جملة واحدة مما جاء في هذه الزيارة بعد أن نخاطب إمام زماننا وأشهد أنك يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله فماذا نقول له بعد ذلك أنتم الأول والآخر أنتم أصل الأصول هذه الجملة من زيارة آل ياسين تجمع كل الذي تقدم من حديثي بنصوص الآيات والروايات وأشهد أنك حجة الله يا إمام زماني أنتم الأول والآخر وانتهينا هل يوجد كلام بعد ذلك؟ هم أصل الأصول إمام زماننا أصل الأصول فحينما نريد أن نحدد وأن نرسم خارطتنا العقائدية أتحدث عن العقيدة السليمة لا أتحدث عن عقيدة مراجع النجاف لا أبالي بهم ولا بعقائدهم أتحدث عن العقيدة السليمة التي تشعع وتشرق من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير مراجع النجاف بتفسير علي وآل علي حقائق العقيدة تشعع من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن أحاديثهم ومن أدعيتهم ومن زياراتهم الحجة بن الحسن هو أصل الأصول فإذا أردنا أن نرسم خارطتنا العقائدية لابد أن نبدأ من هنا البداية منه والنهاية عنده هذا هو قائم الدين سيأتي الحديث تباعا عن قيمة الدين لكن البداية من هنا من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه ماهتميتة جاهلية ومعرفة الإمام كما قلت لكم منظومة عقائدية متكاملة هذا جزء منها وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر تطبيق عملي لهذه القاعدة الواضحة من أن الإمام هو أصل الأصول التوحيد من فروعه النبوة من فروعه لأننا نأخذ التوحيد منه من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فكرة عن الله التوحيد ما هو الله التوحيد فكرة عن الله هذه الفكرة نأخذها منه فتصبح فرعا فهو أصل الأصول هذه المطالب سنأتي عليها تباعا تطبيق عملي في الزيارة نفسها مثلما قرأت عليكم الآية السابعة والستين بعد البسملة من المائدة والآية الثالثة بعد البسملة من المائدة ثم انتقلت بكم إلى الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طه لتطبيق ما ذكر في آيات سورة المائدة وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذا تطبيق عملي لما جاء في آياتي سورة المائدة من أن الإمامة هو أصل الأصول تطبيق عملي أيضا لنفس القاعدة التي مرت أنتم الأول والآخر فماذا نقرأ في الزيارة الشريفة نفسها فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي يا بقية الله أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم الإمام هو أصل الأصول هم أصل الأصول الحجة بن الحسن هو أصل أصول ديننا فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه كل الحقائق تدور حولهم وتدور بهم تدور حولهم وتدور بهم لأنهم هم السبب هم السبب المتصل بين الأرض والسماء هم السبب هم الذين يسببون الأسباب تارة بسبب وتارة من دون سبب فما شيء مننا سأقرأ عليكم من المصدر فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أصل الأصول أنتم وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله أنتم الأول والآخر أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة دستورنا العقائدي الشريف ماذا نقرأ فيها أذهب إلى جملة من جملي هذه الزيارة والحق معكم هذا أحد القوانين الأربعين التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية هذا أحد القوانين والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه هذا هو شرح وتفصيل لهذا العنوان الموجز هم أصل الأصول علي هو أصل الأصول الحجة بن الحسن هو أصل الأصول فإن الحق معه مع الحجة بن الحسن وفيه ومنه وإليه وهو صاحبه وهو أهل الحق ومعدنه ومعدنه وأصله وإنه أصل الأصول تلاحظون أن المعطيات في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وأن المعطيات في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم في كل كلماتهم بشكل واضح تشخص لنا من أن الدين له أصل هناك أصل واحد هو أصل الأصول وأصل الأصول هذا هو إمام زماننا هتحدثوا عن شيعة أيامنا هذه وفي زمان كل إمام من أئمتنا فهو أصل أصول الدين لشيعة زمانه لأنهم إذا أرادوا أن يرسموا خارطتهم العقائدية في زمانهم ذلك لابد أن يرسموا الخارطة في بدايتها ونهايتها من إمام زمانهم فهو أصل الأصول وهذا هو معنى أننا دخلنا في مرحلة التأويل ومن أن التأويل يأتي تدريجيا حتى يتكامل في يوم الخلاص قطعا التكامل الأعظم في الدولة الخاتمة في الدولة المحمدية إنها جنة الدنيا في عصر الرجعة العظيمة والحق معكم بقية الله والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه يا أصل الأصول يا أصل الأصول يا أصل الأصول برغم آناف الذين جاءونا بأصول الأشاعرة والمعتزلة فليفرحوا بأصولهم ولنفرح نحن بأصل أصولنا بإمام زماننا إنه الأول والآخر إنه الظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل